فوايد الفراغ السالب كيف نستغل الوجود الفراغ لكي نحقق توازن في التصميم ونرى التصميم بشكل متكامل هو هذا الذي سنتعرف عليه في الجزء الثاني من محاضرات الكتلة والفراغ تابعوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا جزء الثاني من محاضرات الكتلة والفراغ سنكمل بقية المحاضرة والانواع اوجام اهم كدران تناغم في الفراغ ما بين الكتلة وما بين الفراغ وتكلمنا كمان عن انواع الفراغ المساحات الصغيرة والمساحات الكبيرة النهاردة ان شاء الله هنتعرف على فوائد الفراغ السالب يعني وجود الفراغ في التصميم ايه فايدته؟ اول حاجة عندي ان هو بيعمل تسلسل هرمي مرئي اللي هو تكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت بس النهاردة هنفصله بشكل اكبر يعني هو بيعمل حاجة اسمها هيراكي عمل تسلسل هرمي مرئي ما بين العناصر عشان ايه؟ ليه هنعمل التسلسل ده؟ علشان نساعد المشاهد عشان يشوف التصميم بشكل كامل ويحدد عناصر التركيز فيه لان ممكن التصميم زي ما قولنا يكون فيه اكتر من عنصر تركيز فاحنا بنخليه يمشي في التصميم عشان يحدد عناصر التركيز بالذات فيه التصميمات اللي بتكون الكتلة اكبر من الفراغ زي تصميمات المنشورات والانفو جرافيكس والتصميمات اللي هي الارشادية او اللي فيها معلومات تسقفية فويكون كل التصميم عنصر تركيز كل النص هو عنصر تركيز زي في المجلات زي في الكتب فكله عبارة عن عنصر تركيز فازاي انا اعمل التسلسل الهرمي ما بين العناصر عشان تقدر عيني تمشي ما بين كل عناصر التركيز وتعرف طبيعة العلاقة ما بين العناصر يعني هنعرف حاجة اسمها البروكسيمتي التقارب زي ما قلنا اني وجود الفراغ بيخليني اعرف اني دي كتلة منفصلة عن الكتلة اللي هنا واني دي اقراها الاول ودي اقراها التاني واني الفراغات اللي ما بين العناصر بتساعدني على اني اقدر ان انا اكمل التصميم واقرى التصميم تاني نقطة فيه اللي هو نحدد الشكل اللي عام للتصميم يعني انا بقدر من خلال الفراغ اشكل شكل معين وده كمان هنتعرف عليه اقدر كمان ازود التركيز على الفراغ الموجب الكتلة يعني من خلال الفراغ بخلي عيني تروح على الكتلة وبقدر ان انا بزود وضوح النصوص وقابليتها للقراءة يعني هنا بصوا هنا النصوص او النقاط اللي هنا لو انا ما كنتش عاملة فراغات كان هيحصل ايه يعني مثلا ده لزقتف ده وده كانوا مزنقين في بعض فانتو بش هتعرفوا تقروا الكلام لو كان ما بين هنا وما بين هنا السطر اللي هنا والسطر اللي هنا فيه المسافة اقل فانتو ما كنتوش هتعرفوا كمان تقروا الكلام كمان بيعمل اسلوب تصميم بسيط يعني وجود الفراغ بيخلي التصميم سيمبل بسيط هادي بنقدر ان احنا نوصل فيه كل عنصر ونقدر ان احنا نشوف كل عنصر جوه التصميم وهو ده الهدف اللي احنا عايزينه هنيجي الاول نشوف يعني ايه التسلسل الهرمي بشكل ادق يعني احنا اتعرفنا عليه بشكل عام فالمحاضرة اللي فاتت دلوقتي هنبدأ نفصله بالتفاصيل المملة بصوا التصميم اللي هنا اول حاجة عيني هتروح عليها فين على النص الكبير اللي باللون الاسود وهنا عمل تباين حتى ما بينه وما بين الخلفيات او الاشكال اللي وراه هنا لون اسود مع احمر فبصيت على اللون الاسود هنا اسود مع البيج الاسود اقوى من البيج فبصيت على الاسود بدأ هنا لما بدأ يحط خط اسود خلى النص بيج وبالتالي عيني ركزت عليه اكتر وشكل من الفراغ نفسه اللي هو اللون البيج يعني بصوا شكل من الفراغ اللي هو الحرف بدأ يجي هنا عملي الحرف نفسه ودخل جوا اللون الاحمر وعملوا في خلفية اللون البيج يبقى انا عيني رحت عندي كلمة فيوتشر تمام وبعد كده عيني هتروح فين عندي اكتر حاجة بولد اللي هو التكست اللي هنا يبقى هنا استخدم سبيس ماكرو سبيس كبير سبيسات كبيرة ما بين هنا وما بين الكتلة اللي تحتها وعمل دي كتلة كاملة يعني هنا بصوا علشان نوضح نستخدم القلم تمام عشان نرسم ده كده الوحد وده كله كده ده كتلة واحدة خلاص هنا كتلة وفي الكتلة الوحدة نفسها عمل كتل دي كتلة واحد ودي كتلة اتنين هنا ودي هنا كتلة تلاتة اللي هي تحت فعمل توزيعات ما بين الكتل فخلى عندي تسلسل هرمي بصت هنا الاول لانه بولد اكتر وبعدين هنا وبعدين على الكتلة اللي هنا بعد كده هتروح عيني فين في الكتلة اللي هنا عشان انا بعمل بالماوس فتلاحظوا انه ايه الرسمة مش حلو فالكتلة التانية هنا يبقى دي كتلة اولى ودي كتلة تانية وقسم الكتلة التانية لمجموعة من الكتل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وقسمهم بالماكرو نيجاتيف سبيس بالاسبيس الكبير بعد كده عيني هتروح فين هتروح هنا لانه اكبر واستخدم الاسبيس عشان يعمل التكست وبعدين بدأ يروح على الكتلة اللي تحته عمل ما بينهم المايكرو نيجاتيف سبيس الاسبيسات الصغارة ما بين البراجراف فقدرت اني انا ابص علي معانا التصميم مش اقلب ومع ذلك تصميم متوازن وقدرنا اني احنا نروح فيه على كل الاجزاء اللي جوا التصميم وعندي بعدين في الاخر خالص اصغر كتلة هنا هبدأ ابص عليها طيب المثال اللي بعده التصميم اللي بعده التصميم اللي هنا هنلاحظ انه كتل كمان استخدم فيها اشكال معينة عشان يفصلها واستخدم الفراغ واستخدم الاشكال وبدأ تسلسل هرمي عندي همشي هبص على هنا الاول التاريخ الاول التاريخ استخدم هنا الارقام كمان للتوزيع عايز يقول لك اني مراحل ده انفو جرافيكس مراحل تطور التليفونات لحد ما وصلنا في النهاية للشكل اللي هنا وبدأ يستخدم كمان فراغات عشان يعمل لنا تسلسل هرمي هنا كمان التصميم استخدم نظرية الفريم اللي احنا كنا تكلمنا عليها قاعدة الفريم عمل اطار بالكرسي وبدأ يحط النص داخل الفراغ بدأ يوزع العواميد بالماكرو اللي هي الفراغات الكبيرة وما بين النصوص استخدم الفراغات الصغيرة وبكده قدرنا نقرأ كل عنصر جوا التصميم عندي هنا التصميم اللي هنا اول حاجة عني هتروح عليها العنوان لانه في تباين كبير بينه وبين الخلفية وبخط بولد فاستروك يعني ايه استروك اللي هي الجلطات الجلطات الدماغية هو هنا بيتكلم عن الجلطات الدماغية بيقول ان يعني هي حالة طارقة تمام؟ طب استروك طب الاستروك انواع في جلطة في المخ في جلطة في القلب فهو راح جاب لك شكل الدماغ عشان يقول لك جلطات الدماغ فعيني بعد كده هتروح علي المكان اللي هنا طيب بعد كده في عناية هتروح علي فين هتبدأ تتنقل ما بين العناصر هو بيقول لك ايه هو الاستروك بدأ يعرفه خط كبير العنوان وبعدين بدأ يحط سبيسات بعدين فصلها بماكرو سبيس وبدأ يتكلم عن انواع types of strokes وعمل الماكرو سبيس وبعد كده استخدم العنوان الكبيرة عشان يشدنا اكتر للموضوع اللي هو عايز يتكلم عنه واستخدم الاسبيسات ما بين النصوص عشان نقدر نقراها بعد كده عناية هتروح علي هنا لانه تيكست كبير والاشكال اللي هنا بعد كده هنبدأ نروح هنا واستخدم الاسبيسات ما بين الايقونات كمان هنا وبدأ التوزيع طبعا التصميم يكون متوازن وزي ما قلنا المحازاة مهمة جدا لو حطينا خط من هنا هنلاقي ان كل عناصر التصميم ماشي على الخط اللي هو ده وهنا العناصر كمان هنا خط لو عملناه وين فوق فيه خط المسافة اللي فوق قد المسافة اللي تحت والمسافة من الجنب اليمين قد المسافة اللي من الجنب الشمال طيب بعد كده عندنا اللي هو الاهوة اللي هي الستار بوكس المشهورة جدا واول حاجة هتروح عيني على العنوان اللي هو الستار بوكس لانه باللون الاخضر وفيه تباين بينه وبين الخلفية وبعد كده هتبدأ عيني تروح على العنصر البشري اللي هنا وبعدين هو بيخليني بشكل تسلسل غرمي اني امشي من الشكل اللي هنا يعني خلاني اروح على العنوان لانه ده الاساسة عنده انه عايز بيين المنتج بعدين بدأت عيني تروح هنا وبعدين بدأت عيني تمشي في المنحنة اللي هو رسمه بيتكلم مثلا عن الانواع وبعد كده بدأت عيني يتمشي على الاشكال اللي هنا ورقمها واحد اتنين تلاتة اربعة عشان يخلي كمان عيني تتنقل وعمل فراغات ما بين الكتل ما بين كتلة الشكل وما بين كتلة النص وعمل كمان فراغات ما بين كتل النصوص وبكده حقق لي مبدأ توازن في التصميم الكتلة صح اكتر من الفراغ لكن فيه توازن حقق لي مبدأ الهيركي اللي هي التسلسل الهرمي والنعناية تمشي في التصميم زي ما المصمم عايز بالزبط وحقق لي كمان مبدأ ان انا قدرت اقرأ كل عنصر جوه التصميم وعناية تروح عليه التصميم اللي هنا اول حاجة هتروح عليها بورج ايفل لان هو اللي عايز يتكلم عنه هنا زي ما قلنا دي تصميمات الانفو جرافيكس او تصميمات اللي هي بنعرض فيها داتا او معلومات information معينة سواء كانت ارشدية او سواء كانت تسقفية فغالبا بتكون فيها الكتلة اكبر من الفراغ وان شاء الله ان شاء الله في الكورس بتاعنا في الجزئية العملي هنتعلم نعمل تصميمات زي دي يعني هي مش مجرد سوشال ميديا عادية لا هنتعلم نعملها وغالبا بتتعمل بالإلستريتور فاحنا هنتعلم ازاي لما تكون الكتلة عندي اكتر من الفراغ ازاي وزعها توزيع صحيح ومتوازن ومش مؤذي ولا مزعج للعين وهناك عمل واسم ما بين زي ما هنا الكتل كتلة كتلة كتل كتل كتلة 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 كبيرة وحتى جوة الكتلة الكبيرة عمل كتل صغيرة عفو فراغات صغيرة يبا هو اسم كتل وجوة كتل عمل فراغات يعني عمل فراغات ما بين كل كتلة والتانية يعني هنا كتلة وهنا كتلة وهنا كتلة وبين كل كتلة كتلة وعمل كمان فراغات عشان نقدر اقرأ النص التصميم اللي بعده هنا اول حاجة عيني هتروح عليها الام مع الطفل فانا فهمت خلاص التصميم واستخدم عنصر بشري اي نعم اللغة مش مفهومة بس عارفت ان هو ممكن عايز يتكلم عن الامومة او عن حاجة لها علاقة في الام او بالطبخ بشكل عام يعني فانا عرفت خلاص من التصميم الشكل اللي قدامنا ده ان هو حاجة بتتعلق بالام وبدأ هنا يحط العنوان الكبير وفراغات كمان ما بينه مايكرو وبدأ هنا كمان فراغ مايكرو صغير فراغات صغيرة هنا فراغ كبير شوية عشان يقسم الكتلة اللي فوق عن الكتلة اللي تحتها هنا كتلة وهنا كتلة وعمل فراغات ما بينهم وكمان هنا كتلة لوحديها وفي الكتلة نفسها عمل فراغات وهنا كتلة وعمل ما بين الكتل كمان فراغات وهنا كتلة اخيرة وعمل ما بينها فراغات والتيكست الصغير تمام التصميم اللي بعده عندنا هنا كمان اول حاجة عني هتروح عليها الشخص اللي هنا تمام وبعدين هو عايز يتكلم عن حقبة تاريخية معينة فبدأ يستخدم هنا الشخص بعدين هبدأ اروح على العنوان والكتل اللي هي هنا بعدين التواريخ بقى بدأنا نمشي في التواريخ من 1904 و 1921 1926 فهو بيتكلم عن تاريخ معين فصل ما بين التواريخ او انه هو بيتكلم عن حقبة تاريخية معينة كمان بالفراغات اللي قدرنا من خلالها نقسم كتل وقدرنا جوه الكتلة نفسها نستخدم كمان المايكرو سبيس عشان نقسم ما بين الكتل وبالتاني نقدر ان احنا نشوف كل عناصر التصميم ونقراها هنا كمان نفس الشكل كتلة اكتر من الفراغ وفي توازن عندي في التصميم اول حاجة هتروح علي يعنيها البنت انصر الرسمة وهنعرف ان التصميم بشكل عام بيتكلم عن السياحة او عن المصورين بشكل عام يعني وبدأنا هنا نبص على التكست النص العنوان اول حاجة dark اللي هنا وبعد كده بصينا على التكست اللي هنا عمل اسبيسات وعمل خطوط وبدأ يقسم يحط ترقيمات في ساعات بيحطوا ترقيم وفي ساعات بدون ترقيم ما ديقدر ان احنا نتسلل اه عفوا انا نتسلسل جوه التصميم فعمل هنا وان عشان يقولك انك تتقرى هنا حط هنا صورة وعمل فراغ ما بينها وما بين النص وعمل فراغات ما بين النص حط صورة تانية وكتلة تانية كتلة تالتة بالنص كله اللي تحتيها وكتلة ربعة كمان هنا في التصميم اللي قدامنا اللي احنا شايفينه اول حاجة تروح علي يعنيها اللي هي الرسمة لانها اكبر حاجة ولانها تجزي بعيني اكتر ويعرفنا ان هو بيتكلم عن حاجة لها علاقة بالمرض او بوقاية او بحماية فبدأنا نقرأ عن الكورونا يعني هو بيتكلم هنا عن الكورونا يبقى انا بسط هنا فعرفت ان هي حاجة لها علاقة بالامراض وشكل الكورونا اصلا مرسومة فعرفت ان هي لها علاقة بالكورونا من غير ما اقرأ النص نفسه وبعد كده عمل اسبسات هنا مسافات وقسم هنا كتلة وهنا كتلة والكتلة الوحدة قسمها بالمايكروسبيس وبالاشكال وبالايقونات لمجموعة من الكتل تصميم اللي بعده هنا كمان في الانفو جرافيكس يعني زي ما قلنا ان ده بيستخدم اكتر في الانفو جرافيكس هبتبدأ عيني تروح على الرسمة الاول وهعرف ان هو مثلا شخص بيشتغل تعبان عنده ازمة نفسية عرفت ان هو محور الموضوع هو ده بدأت اقرأ النص بعدين بدأت اتسلسل ما بين الكتل والفراغات في التصميم الكتلة الاولى الكتلة التانية التالتة الربعة الخمسة وبين كل كتلة عمل فراغات هنا ماكرو كبير مسافة كبيرة وهنا مسافات صغيرة عشان اقدر اقرأ النص هنا نفس الطريقة هبص في الاول على العنوان يعني هو عايز تغيير الاخضر حاجة لها علاقة بالطبيعة اكتر وبدأنا نتنقل بشكل اقاع ما بين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين دخلنا على المنتج نفسه طيب هنا كمان تصميم معين في تواريخ هبص الاول على العنصر البشري في البداية وبعد كده ابدأ اتنقل ما بين التواريخ ابدأ من التاريخ بعد كده عفوا العنوان اللي هو ده اسمه جراهم بيل اللي هو اخترع اه تقريبا التليجرام اللي هو الحاجة كده كانت بتستخدم اه بتستخدم زمان اه في الاتصال اه جراهم بيل خدناه زمان في المدرسة يعني فاللي هو عرفت ان ده الشخصية ده هو الشخص ده وبعدين بدأنا بالتواريخ نعرف مراحل التطور واستخدم الاسبسات علشان يخليني اركز على كل كتلة لوحديها اه بعد كده عندي التصميم اللي هنا اه لمجازين لمجلة استخدم الاشكال بصت الاول على ده الاول لان هو لونه اسود اكتر وفي اه يعني تباين اكتر بعدين بدأت ابص على النص اللي هنا بعدين بدأت ممكن اقرأ الكلام اللي جوه الشكل وبعدين بدأت اقرأ بقية المقالة هنا كمان استخدم الاشكال والرموز عشان يبين لي ان هو بيتكلم هنا عن وشكل الكورونا ان هو بيتكلم عن الكورونا بدأت اتكلم هنا اخارية العنوان بدأت اتنقل ما بين العناصر الاشكال طبعا اشكال التوضحية بتخلي التسلسل الهارمي واضح اكتر في التصميم بدأ يحط هنا كتل ويفصلها بالفراغات وبالاشكال وبالالوان استخدم كمان مدلولات الالوان عشان يخلي عنايا فهنا دايما الاصفر اقوى من البرتقاني فعنايا هتروح هنا على التيكست اللي هنا زي ما هنتعرف في محضرات الالوان وبعدين هتروح على الاقرب اللي هي هنا وهنا وبعدين هتروح على اللي هنا لانه تحت اكتر كمان الرسومات هتخليني اركز اني الرسمة اللي هنا بتتكلم عن التيكست ده بعدين هبدأ اتكلم هنا عن ازاي احمي نفسي او من او طرق تنقل الفيروس عن طريق ايه وبعدين هقرأ بقية النصوص هنا كمان هبص على الرسمة في الاول وبعدين هبدأ اقرأ العنوان وبعدين هبدأ اتسلسل ما بين عناصر التصميم باستخدام الفراغات والكتل هنا هبص كمان على الاشخاص في الاول وهاعرف ان دي حاجة لها علاقة بالتاريخ او حاجة لها علاقة بحقبة تاريخية معينة او بالرسم بشكل عام لان الموناليزا هنا وهنا تقريبا درس سام فبدأت اعرف الموضوع اللي هو ليوناردو دافنشي وبدأت اعرف ان هو عمل الموناليزا وعمل كمان الرسمة اللي هنا وهو بيتكلم عن ليوناردو دافنشي حط هنا ارقام ترقيم عشان يخليني اعمل تسلسل هرمي وحط مسافة ما بين الرقم وبين النص اللي تحته ومسافات ما بين كل كتلة عشان يخلي التنقل ما بين عناصر التصميم اسهل تخيلوا لو التصميم بدون فراغات اصلا مش هنعرف ان نوصل لاي معلومة هنا هبص الاول على العنصر البشري او على الرسمة الفيكتور بعدين هقرى الكلام اللي جوه اللي هنا بعد كتا عيني هتروح هنا لبقى لان هنا في تباين قوي ما بينه وبين الخلفية وبعدين هتروح هنا لان كمان في تباين بينه وبين الخلفية وبعدين هتروح هنا لان هنا في عنصر بشري او فيكتور ويخلاني اقرى النص اللي هنا مع انه صغير بس خلاني اقراه جذبني لي يعني هو عنصر تركيز للتركيز على شيء كمان بعد كده ممكن ابدأ اتنقل ما بين الاشكال هنا الشكل اللي هنا بالنصوص اللي حواليه والشكل اللي هنا بعد كده اخر حاجة هبص هنا لان ما فيهاش اي حاجة تجذبني او ان انا اراها في الاول فدايما عيني هتروح عليها في النهاية. واخر حاجة بقى اللي هي العنوين اللي عمل ما بينهم مسافات في نهاية التصميم. طيب نيكي بعد كده ازاي اكون شكل من الفراغ? اهكونه يعني هنا ده فراغ كبير جدا من خلال الفراغ رسمنا شكل القطة ورسمنا شكل البنت وكمان شكل الاوزة او البطة اللي فوق دماغها. هنا عن طريق الفراغ اللي هنا او الفراغ بشكل عام بدأنا نرسم او نحدد شكل الولد بالعجلة اللي هو عليه. هنا عن طريق الفراغ رسمنا الايت اللي هي داخل الكتلة الكبيرة. عن طريق الفراغ قدرت اني هنا ده فراغ وقدرت اني ارسم الفيس. عن طريق الفراغ اللي هنا اللي هو لونه اصفر ممكن اشوف الرسمة بطريقتين. طريقة اللي هو كأنه صفور مثلا هنا وهنا الفراغ الاسود وطريقة تانية من الاصفر هو الفراغ وهو ده تقريبا الذئب او الثعلب يعني مهم نوع نوع من انواع الحيوانات بالفراغ. هنا شكلت من الفراغ واحد قوي يعني كمان اجسام درعات كده واحد فتنس يعني كمان اجسام من خلال الفراغ. هنا من خلال الفراغ كمان قدرت ان انا اشكل الفيس الشكل ده. هنا من خلال الفراغ قدرت اني اشكل المربع. هنا من خلال الفراغ قدرت ان انا اشكل النجمة. استخدم اكتر حاجة الطريقة دي في اللجوهات. وهنا من خلال الفراغ قدرت اني اشكل المثلث. وهنا قدرت من خلال الفراغ اني اشكل شكل الفراشة. وكمان ممكن تكون فيس شكل كده اتنين وشين متقبلين. او من خلال الفراغ كمان قدرت اني اشكل كمان شكل وش كمان متقابل من النحية تيم. يعني قدر اشوفوا التصميم باكتر من زاوية. هنا من خلال الفراغ قدرت اني اشكل شكل الشخص فعلمت الاستفهام. وهنا قدرت بالفراغ اشكل الفيس الشكل. وهنا من خلال الفراغ يعني ممكن يكون الفراغ ابيض وممكن يكون الفراغ اسود. اللي هو نيجاتيف سبيس او وايت سبيس. فلو كان الفراغ لونه اسود فانا شكلت الارجل اللي هي للرجال. ومن خلال الفراغ الابيض انا شكلت اللي هي اقدام للبنات. هنا عندي الشكل اللي هنا البنت ومن خلال الفراغ قدرت اني اشكل شكل القطة. وهنا من خلال الفراغ اللي حوالين البنت قدرت اني اشكل شكل رجل. وهنا من خلال الفراغ للطبق المكسور قدرت اني اشكل الشجرة وهنا من خلال الفراغ قدرت اني اشكل الاشخاص اللي هنا وقدرت كمان اشكل شكل الجمجمة واخر حاجة عندي في المحاضرة من خلال الفراغ قدرت اشكل شكل التفاحة ممكن يكون الفراغ هو الاسود وممكن حد تاني يقول الفراغ هو الابيض والاسود هو كتلة لكن الاسود هو الفراغ والابيض هو الكتلة اللي تشكلت من الفراغ والفراغ نفسه كمان شكل شكل الانسان اللي هنا وبالاضافة الهيركي اللي احنا تكلمنا عنه التسلسل الهرمي والفراغات ما بين المصوص والفراغ وكده تكون المحاضرة النهاردة خلصت واستنوني في الجزء التالت من الكتلة والفراغ عشان نفهم الفراغ ممكن نستخدمه ليه استخدامات كتيرة جدا في تصميماتنا كسوشيال ميديا او كتصميمات ابداعية او للناس اللي بتشتغل كتب او مجلات او اغلفة كتب ومجلات او حتى الناس اللي بترسم فالفراغ نقدر من خلاله نستخدمه في حاجات كتيرة جدا استنوني في المحاضرة اللي جاية واتمنى لكم التوفيق واتمنى كمان التطبيق نسيت طبعا اقول في المحاضرة اللي فاتت ان انا عايزة تطبيقات على الكلام اللي انا بشرحه فزي ما احنا متعودين خلاص مفيش داعي ان انا اقولك جماعة انا عايزة تطبيق لا انتو اي حاجة انا شرحتها جوا المحاضرة هتطبقوا هتجبولي امثلة على التسلسل الهرمي هتجبولي امثلة على ازاي ان الفراغ بيكون الشكل وفي المحاضرة اللي قبلها طبعا اكيد هتجبولي امثلة على الفراغ الموجب وعلى الفراغ السالب طبعا اكيد هنزله في الجروب كل الكلام ده وشكرا لكم جدا واتمنى لكم التوفيق والاشتراك في القناة وكمان دعم القناة على قد ما تقدروا وسبحانك الله وحمدك اشهد الله اله لأن تسفر كود